ومع النشاط الرياضي استمر الأهل في عمل العشاء السنوي الأعضاء العشاء ده كان بيحضروا مين عمال النادي وسائقية وكان بيقوم على خدمتهم أعضاء النادي وأعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وجه في جلسة 4 يناير 1943 الموافقة على إقامة العشاء السنوية في مساء يوم الجمعة 8 يناير 1943 وفتح اعتماد قدر عشرة جنيهات لسداد ما يزيد عن المصروفات التي تقضيها إقامة هذا العشاء وعلى العشاء الذي يقدم لعمال النادي وسائقي سيارات حضرات الأعضاء في نفس الليلة كانت سنة حميدة متفردة سنها الأهلي بعد حفل عشاء الأعضاء بيتعمل حفل عشاء للعمال والسائقين وكمان استمرت حفلاته السنوية في جلسة 13 فبراير 1943 1943 ناقش المجلس البرنامج اللازم عرضه في الحفلة الساهرة السنوية للنادي بدار الأبرا التي تقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 12 مارس 1943 وبعد أن استعرضت مختلف وجهات النظر بأن يكون قوام الحفلة قطع مصرحية مختلفة موسيقية وجنائية وتمثيلية أو أن يتولاها أحد الفرق المصرية استقر الرأي على أن يطلب من فرقة الأستاذ نجيب الريحاني تمثيل رواياته الجديدة مرقص وحسن وكهين هي مكتوبة كده نحن نعرفها حسن ومرس وكهين وأن يتخلى الفصول الرواية بعد المونولوجات وكمان استمرت الأعمال الخيرية ففي جلسة 12 مايو 1943 عرض الاقتراح الخاص بمساهمة النادي في يوم المستشفيات وتقرر الموافقة على إقامة حفلة ساهرة تحييها الأنسة أم كلثوم بحديقة النادي مساء يوم 24 مايو 1943 ويخصص صافي دخلها ليوم المستشفيات عام 1943 كان عاما حافلا بالإنجازات والأعمال العظيمة في كل النواحي لكن نهايته شاهدت حدث جلل أصاب أعضاء النادي ومحبيه بحزن شديد الحدث ده هنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة القادمة إن شاء الله